السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخبار النادي الأهلي صباح اليوم الأربعة الموافق 22 من نوفمبر وأخبار مسيرة صباح اليوم للنادي الأهلي وإليكم العنوين نتيجة مباراة الأهلي الودية استعدادا لمواجهة ميديام الغاني في دور أبطال أفريقيا وتفاصيل مسيرة في صفقة الأهلي الجديدة أحمد شبير يفجر مفاجأة ويكشف تفاصيل لقاء أحمد فتوح مع لاعب الأهلي والخطيب يغادر الأهلي لسبب مفاجأ وحسين الشحات يقرر الاعتذار لفي توريا شاهد واعرف التفاصيل وغيابات الأهلي أمام ميديام الغاني في دور الأبطال في البداية ما ننساش نعمل اشتراك في القناة وانفعل الجرس عشان يوصلنا كل جديد خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء السلساء مباراة ودية مع فريق من قطاع الناشئين على ملعب مختار التتش استعدادا لمواجهة ميديام الغاني ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وميديام يوم السبت المقبل على استاذ السلام في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة في دور أبطال أفريقيا وقد عقد مارسل كولر المدير الفني محاضرة مع اللاعبين قبل المباراة الودية والتي واصل خلالها الحديث عن كافة الأمور الفنية والتي يرغب في تنفيذها في البرنامج التدريبي الخاص بمباراة ميديام وقد أكد مصدر أن سلاسي حراس المرمى مصطفى شبير ومصطفى مخلوف وطارق حسم خاضوا المباراة بالتبديل وضم الفريق الأول كل من أكرم توفيق وياسر إبراهيم وإبراهيم عبد الحكيم ومازن أسامة وكريم ندفن ومصطفى أبو الخير ومحمد مجدي أفشا وقد عمل مارس الكولر على تجربة أكثر من لاعب في السلاسي الهجوم ما بين أحمد عبد القادر ومحمد الضاو كريستو ومحمود كهربا وسامير محمد وشارك في الفريق أيضا كل من خالد عبد الفتاح وعبد الرحمن رجدان ومحمود متولي وكريم فؤاد وعمر السولية وأحمد طعيمة وإمام عشور وحسين الشحات وصلاح محسن وأنطوني مودست شهدت المباراة فوز الفريق الذي ارتدى اللون الأسود ثلاثة واحد على نظيره الأحمر وشارك عمر السولية ومحمود متولي في المواجهة بالكامل التي استمرت ساعة على شوطين بواقع ثلاثين دقيقة لكل شوط أنطوني مودست ظهر بشكل جيد للغاية في المباراة وتحرك كثيرا رغم عدم تسكيله أي أهداف فيما لا يزال السنائي عمر السولية ومحمود متولي يحتاجان للوقت قبل المشاركة في المباريات الرسمية ومنح مارسل كولر المدير الفني راحة سلبية لللاعبين اليوم قبل أن ينتظم اللاعبين أو ينتظم اللاعبون الدوليون ولاعبوا المنتخب الأولمبي والسنائي المحترب بيرسيتاو واليو ديانج في ميران غدا الخميس إن شاء الله وقد كسف مسؤول الأهلي جهودهم من أجل التعاقد مع صفقة من العيار السقيل عيسو كشف الإعلامي أمير هشام عن تفاصيل صفقة انتقال عمر كمال عبد الواحد لاعب مودرن فيوتشر إلى النادي الأهلي عيسو قال مودرن فيوتشر طلب الحصول على مبلغ سبعة مليون جنيه بالإضافة إلى لاعب واحد فقط وأضاف أمير هشام قائلا فيوتشر طلب الحصول على خدمات كريم ندفد أو صلاح محسن أو خالد عبد الفتاح ولكن الأهلي يرفض رحيل ندفد مرة أخرى هناك مفاضلة بين خالد عبد الفتاح وصلاح محسن وخالد عبد الفتاح سيكون هو الأقرب للخروج وسوف يتم الاتفاق على رحيل اللاعب بعد استنفاذ الأهلي عدة العدد الإعراض اللاعب الذي سوف ينتقل إلى مودرن فيوتشر على سبيل البايع النهائي وسوف يتم تقليل قيمة الصفقة المادية في انتقال عمر كمال عبد الواحد من سبعة مليون جنيه إلى اثنين أو أربعة مليون جنيه وسوف يحسم كلر اسم الراحل عن الفريقة والأقرب وخالد عبد الفتاح للخروج كشف الإعلامي أحمد شبير عما حدث مع لاعب الزمالك الذي ارتبط اسمه بالأهلي في الفترة الأخيرة أحمد فتوح ولقائه مع لاعبي الناد الأهلي في أحد الملاعب الخماسية التي افتتحها حسين الشحات أمس وقال شبير عبر برنامجه أمس حسين الشحات كان بيفتتح ملعب خاص به في مدينة السلام وفتوح من سكان هذه المنطقة وتواجد فتوح مع لاعبي الأهلي هناك من أجل مجاملة حسين الشحات بمناسبة افتتاحه هذا المشروع ولكن لا تربط هذا الأمر أو لا يرتبط هذا الأمر بانتقاله للنادي الأهلي وكان فتوح قد ارتبط اسمه بالأهلي بعد معاقبة من الزمالك بسبب ما حدث منه وخروجه من معسكر الفريق قبل مباراة زند دون إذن وفي هذا السياق حسين الشحات يقرر الاعتصار لفيتوريا وشوبير يوجه رسالة للسلاسي الشحات وإمام عشور وطارق حامد عيسو قال إن حسين الشحات قرر الاعتصار إلى فيتوريا وذلك بعد ما حدث في منتخب مصر واستبعاده من مباراة سيرليون الأخيرة في بطولة أو تصفيات كأس العالم الأخيرة يسعى السويسري لتجهيز أسلحة جديدة وجيدة من أجل افتتاح بطولة دور أبطال أفريقيا في انطلاقة قوية من أجل الدفاع عن اللقب الأفريقي الأغلى ويفقد الأهلي العديد من عناصره الهامة في هذه المواجهة أبرزهم التونسي علي معلول والمغربي رضا سليم بالإضافة إلى حمز علاء ومحمود متولي وتوجد أيضا شكوك حول مشاركة طاهر محمد طاهر والذي يعاني من شد عضري ولكن تم استعادة اللاعب عمر السولية بعد غيابه الفترة الماضية عن الملاعب بسبب الإصابة تقام مباراة الأهلي ومديامة يوم السبت المقبل إن شاء الله 25 من نوفمبر الجاري على استاد السلام في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة 10 بتوقيت السعودية كل التوفيق للنادي الأهلي إن شاء الله أعلن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات وعضو مجلس اتحاد الكرة عن موعد نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك فقد تحدث عيسو أشار إلى أن نهائي كأس مصر سوف يقام بين الأهلي والزمالك في 13 مارس المقبل عام 2024 وأشار أنه إلى الآن لم يستقر أو لم نستقر على مكان خوض المباراة سواء داخل مصر أو خارجها وقد وصل الأهلي إلى نهائي كأس مصر بعد الفوز على إنبي في نصف النهائي عن طريق إمام عشور ومدست وعلي معلول بينما وصل الزمالك إلى النهائي بعد الفوز على بيرامتز في مباراة مسيرة بركلات الترجيح في نصف النهائي ليعلن عن مواجهة الأهلي في النهائي الأهلي هو حامل لقب بطولة كأس مصر العام الماضي بعدما تفوق على بيرامتز بهدفين لهدف في المباراة النهائية في النهاية أشكركم وتحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته